النهاردة هكلمكم عن ميزة جديدة أطلقتها منصة كلود واللي حرفياً ممكن تغير طريقة شغلك بالكامل وتختصر عليك ساعات كل يوم إيه هي هذه الميزة؟ هي أن انت بقيت تقدر تتصل مباشرةً بعشرات الأدوات والتطبيقات بدون ما تحتاج لأي أعدادات معقدة زي الـ MCB أو برمجة يعني تقدر تستخدم كلود في إنشاء سور، فيديوهات، رد على رسائل، إرسال واستقبال إيميلات، مراجعة ملفاتك على جوجل درايف، متابعة معاملاتك على بيبل وحتى تقدر تدير مواعيدك على جوجل كالندر وكل ده من مكان واحد داخل كلود ممكن أنت تستخدم تطبيق كلود على سطح المكتب أو من المتصفح الموضوع بسيط جداً يلا بينا نشوف هذه الميزة وما تروحوش في أي حتة حنرجع لكم مرة تانية وارجعنا لكم مرة تانية علشان نجرب مع بعض التحديث الجديد داخل كلود وتحديث الخاص بالكوننكتورز في حاجة حابة أن أنا أنبهك ليها، إنت ليك سبع أيام تقدر أن أنت تستفيد بكل مميزات كلود فور فري تقدر تستخدمهم ودي مش دعاية لكلود ولا حاجة أنا بستخدم وبجرب المميزات الجديدة من خلال الـ 7 days فور فري لأن أنا اعتمادي مش على كلود في الشغل اعتمادي أكتر على أشياء جي بي تي ولكن كلود ناس كتير جداً بتحب أن هي تستخدمه أنا حتى الآن بصراحة استخدامه في الجزء المتعلق بالكتابة أنا شايفة أن الشات جي بي تي ودي وجهة نظر الشخصية أفضل منه ولكن ده لا يمنع أن كلود في ناس كتير بتحب تستخدمه خاصة في الجزء المتعلق بالبروغرامنج وهو ممتاز بصراحة في هذه الجزئية فعشان كده إحنا بنحاول أيضاً إحنا نتكلم عن كل جديد موجود فيه تعالوا بقى نرجع مرة تعنيه ونتكلم عن موضوع النهاردة علشان تفعل هذه الميزة الجديدة طبعاً بتعمل إيه؟ إنت بتبتدي أن تروح لإعدادات بتاعتك أو الـ setting بتاعك بالمنظر ده كده تروح على الـ setting وهتلاقي في الـ setting حاجة اسمها connectors تلاقي فيه عندك browse connectors وفيه حاجة اسمها add custom connectors خلينا فيه الـ browse connectors في الـ browse connectors فيه حاجتين فيه الـ web التطبيقات من خلال التطبيقات الموجودة على الـ web أو الـ desktop extensions في حالة لو أنت بنزل الـ applications على الـ desktop أنا هخليني فيه الـ web ونشوف كده إيه اللي موجود على الـ web مثلاً say Gmail بتاعك Google Drive Canva مثلاً ده من الحاجات مثلاً الواحد دايماً بيحب يستخدمهم طول النهار Canva Gmail Google Drive فبالتالي مهم جداً أن أنا يعني يكون فيه access عليهم من خلال cloud لو أنا هستخدم cloud وبالتالي حضرتك بتروح مثلاً تعال كده نروح لحاجة إحنا ما عملنا لهاش connection مثلاً وليكن notion فأنت حتدوس على connect ومن الـ connect أنت لازم تدي authorization لcloud أنه هو يأكسس على حسابك connect with notion mcb زي ما إحنا شايفين فلازم تدي authorization ده أي تطبيق هتتعمل نفس الخطوات هتدي authorization لcloud للتواصل مع الـ mcb الخاص بالتطبيق اللي أنت هتخش عليه بعد كده إيه اللي بيحصل بعد كده حضرتك أنا يعني مش عايزة أتصل بـ notion هتيجي هنا مثلاً تلاقي في الـ connector زي عندك أنا مثلاً متوصلة بالـ Gmail وبـ Canva ممكن كمان نعمل connect بـ Google Drive بنفس الطريقة ونفس الكلام وبـ Google Calendar بـ GitHub حسابك على GitHub زي ما أنت عايز Add custom connector لو أنت فيه connector specific connector معين عايز تتصل أو تخلي كلاوديا تواصل بيه فأنت هنا فيه حاجة اسمها mcb server URL بتضيفه ولكن خلينا فيه العادي الاستخدام العادي للمستخدم بتعمل إيه؟ هنا بتبتدي تروح للـ new chat ومن الـ new chat هنا بتقوله أنت عايز إيه بالظبط Go to my Canva account and give me the last the name of the last five designs I created هنا حدوث enter هنا بيقولي I'll help you find your last five designs in Canva Let me search your designs stored by most recently modified طبعا آخر حاجة فهو هيجيب أعطوني آخر خمس حاجات زي ما إحنا شايفين في حاجات untitled أنا مش أعطيها اسم وفي حاجات أنا مسميها title فعلا ودي الخمس حاجات لو روحت على حسابي على Canva كده بالمنظر ده كده حبصت ألاقي أن الخمس حاجات زي ما إحنا شايفين هي اللوستد رياليزم الـ deep seek R10528 الـ untitled اللي هما فعلا خمس حاجات أنا كنت مأجسسة عليهم على Canva ممكن هنا تقول له give me your feedback about the deep seek R10528 design and how to improve this design أنا عايزة يبص على الـ design ويقول لي إزاي أعمل improve للصورة المصغرة دي مثلا هنا قال لي I'll take a look at your deep seek R10528 design to provide feedback and improvement فهيبتدي يبص في الـ design ويديني improvement هنا بيقول لي حصل يعني failure كده بالconnection طيب بيبتدي مرة تانية أنه هو يconnect ابتدى أنه هو يعمل connect مرة تانية حيديني current analysis هنا بيبتدي يعملي analysis للديزاين زي ما انتم شايفين هنا بيقول لي would you like me to help you implement any of this improvement هقول له yes قال لي أنفذ l-improvement دي قال لي great هنا قال لي حديك شوية options content enhancement visual design which approach would you piece أنا حاجة بالنسبالك أفضل number four هنا حيبتدي يعمل improvement للديزاين بتاعي بناء على أعطاني أربع حاجات ممكن هو يشتغل عليها أنا اخترت رقم أربعة هنا بيقول لي perfect I'll create a completely new and improved design for your deep seek R1 content let me generate fresh comprehensive design hi-dini for designs design one will link بتاعه اللي دايما بقى بيوجهني في الجزئية دي لما أقول له اشتغل على الجزئ ده بيقول لي أنه هو بيختبر temporary service disruption فما بيعمليش بقى موضوع ال-design دي برضو حتة هي عملية حابة أوريها لكم قابلتني لما كنت بعمل تجربة مع Claude في الجزء المتعلق بالتصميم يعني هو بيديني improvement وكل حاجة والاقتراحات وممكن يقول لك إزاي تعمل improvement لكن لما بقى يقول له اعملي ده تصممه لي أو نفزه على التصميم يديني رابط وبص يلاقي فيه مشكلة في الرابط ده chat GPT already بيعمله يعني ما كنت عملت connect chat GPT بcanva لو خدت بالك حتبص تلاقي برضو يزال ما يقدرش انه هو يصمم لك داخل كنفا ولكن ممكن يديك شوية اقتراحات يديك feedback يديك analysis ولكن ده لا يمنع ان انا طلبت منه انه هو يديني تصميم بناء على تصميم داخل كنفا وعطهولي يعني مثلا هنا بده اوريكم design عطهولي بناء على معلومات موجودة داخل تصميم داخل كنفا فعطاني هذا التصميم يعني نعتبر slide أو presentation مكونة من one page زي ما انتم شايفين هو نفزها لي بالمنظر ده حاجة من الحاجات برضو لنا استخدمته فيها عشان الوقت قلت له give me the last five emails came today فعطاني الاولاني الساعة كام ومين بعته الايميل التاني الساعة كام ومين بعته التالت وهكذا فدي حاجة برضو من الحاجات الكويسة جدا في التواصل مع الجيميل نفس الموضوع هتقدر تعمله مع الدرايف لو انت مثلا عملت connect بالدرايف هتبتلت تطلب منه يديك اخر حاجة مثلا موجودة على جوجل درايف وتاخد رأيه فيها وهكذا فهو ده الفكرة بتاعة ال connectors هنا لو انت رحت في search and tools انت هتلاقي هنا مثلا انت متواصل مع الجيميل تقدر تفعل وتقدر تعمل disable متفعلش ايا من هذه التولز اللي انت متوصل بيها يعني مثلا انا هنا حاليا على canva canva هنا لو انا دست click حيبص لقي ان تحت ال canva في حاجات كتير جدا متفعلة ممكن ان انت مثلا generate design متفعلة reply to comment متفعلة list replies متفعلة في حاجات متفعلة تقدر تعمل لها disable وانت عايز تعمل لها disable يعني حلاي هنا في canva ان هو يعمل لي design متفعلة ولكن بالرغم من كده هو للأسف الشديد بيواجه مشكلة حتى الان في موضوع ان هو يصمم يعني مش كله شغل بشكل جيد دايما يقول لي في مشكلة ما بنختبر مشكلة مؤقتة هل ده لان انا موجودة على seven days pro account في التعليقات ده بالنسبة للتحديث الكتير مش عايزة اطول اكتر من كده الموضوع سهل وبسيط تقدر ان انت تربوت الاكاونت بتاعك على cloud باي تطبيق انت بتستخدمه سواء تطبيق ده موجود على الويب او موجود على الديسكتوب اشوفوا في ويديو قادم بإذن الله تعالى على قناة info take for you بحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد فاريط منسوش تدعموني باللايك وشيروا وكومنت ولكنت بتشوفنا لأول مرة تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته